موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا ومرحبا بكم مشاهديك كرام في حلقة جديدة من قضايا وآراء والذي يأتيكم من قناة الحوار في لندن في الخامس عشر من كانون الثاني عام 1987 وزعت حركة المقاومة الإسلامية حماس بيانها التأسيسية الأول معلنة عن ولادة حركة تحرر وطني جديدة على الساحة الفلسطينية كامتداد لحركة الإخوان المسلمين التي عملت على الأرض الفلسطينية منذ الأربعينيات في العام الماضي وقد جاء هذا الإعلان عن ولادة الحركة الجديدة بعد حوالي أسبوع على بداية الانتفاضة الفلسطينية الأولى وهو ما أضاف زخما كبيرا لهذه الحركة ومنذ إنشائها تعرضت حماس لحملات إسرائيلية استهدفت أفرادها وقيادتها وقد زادت الحملة في العام 1989 مع بروز دورها الفاعل في الانتفاضة لكن الحركة أيضا شكلت تحديا كبيرا للفصائل العاملة على الساحة الفلسطينية وخصوصا حركة فتح التي تشكل العمودة الفقرية لمنظمة التحرر الفلسطينية وهو ما جعل الحركتين في حالة من التنافس والتناقض والصراع تارة أخرى ومع توقيع اتفاقية أوسلو عرضت الحركة هذه الاتفاقية واعتبرتها تنازلا عن الحقوق الوطنية وهو ما أدى إلى دخولها في صراع مع السلطة الفلسطينية إضافة إلى صراعها المستمر مع الاحتلال الإسرائيلي وفي العام 2000 انطلقت انتفاضة الأقصى التي أخذت طابعا مسلحا يختلف عن الانتفاضة الفلسطينية الأولى وقد شكلت حركة حماس في هذه الانتفاضة قوة رئيسية في العمل المسلح جنبا إلى جنب مع غيرها من فصائل العمل الوطني وفي تغيير استراتيجي لموقفها قررت الحركة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية في العام 2006 خلافا لما حدث في الانتخابات السابقة وقد حققت في هذه الانتخابات فوزا كبيرا يفوق 65% من عدد مقاعد المجلس التشريعي لكن هذا الفوز قاد الساحة الفلسطينية إلى حالة من الانقسام بعد الصراع الذي شهدته غزة بين حركتي فتح وحماس وصولا إلى سيطرة حركة حماس الكاملة على غزة في حزيران 2007 وهو الذكرى الثانية والعشرين لانطلاق حماس نحاول أن نقرأ تجربتها السياسية والنضالية قراءة نقدية واعية فهل شكلت حركة حماس إضافة نوعية للعمل الفلسطيني أم أنها كانت سببا في مزيد من التشرذم على الساحة النضالية وما هي الملامح الأساسية للمشروع السياسي والنضالي لحركة حماس للإجابة على هذه التساؤلات وغيرها يسعدنا أن نستضيف معنا في الاستوديو الدكتور عزام سلطان التميمي مدير المعهد الفكر السياسي في رندن ومؤلف كتاب حماس فصول لم تكتب بعد مرحبا بك دكتور دكتور عزام لو تضع المشاهد الكريم بالبداية وتضعني في تمهيد عن ظروف التي تشكلت منها حركة مقاومة الإسلامية حماس في نهاية الثمانينيات بسم الله الرحمن الرحيم صحيح أن حماس انطلقت مع انطلاقة الانتفاضة في عام 87 في ديسمبر 87 إلا أن حركة الإخوان المسلمين التي خرجت من رحيمها حماس كانت تعد لمشروع جهادي منذ أكثر من عشر سنوات يعني تقريبا في عام 77 بدأ الإعداد لمثل هذا المشروع بدأ هذا الإعداد بضغط من داخل الحركة ومن خارج الحركة على الأساس أن حركة الإخوان المسلمين منذ أن جاهدت عام 1948 لمحاولة منع قيام الكيان الصهيوني في فلسطين عادت وانتكست بسبب ظروف كثيرة واعتبرت أن مهمتها الأساسية طوال الفترة التي نشط فيها غيرها في العمل الجهادي والوطني اعتبرت أن مهمتها الأساسية هي بناء أو إعادة بناء الفرد والمجتمع الفلسطيني انطلاق حركة فتح ومسيرة الكفاح الفلسطيني ثم بدء تراجع حركة التحرير الوطني هذه منذ عام 1974 نتيجة لما كان يسمى بمشروع النقاط العشر أدى إلى أن يحصل ضغط من شباب الإخوان المسلمين الذين كانوا يدرسون في ذلك الوقت في الكويت وفي مصر وفي الأردن وفي بلاد أوروبية مختلفة على قيادتهم أنه نحن أحق بالجهاد من غيرنا نحن يجب أن يكون لدينا مشروع جهادي بدأ التفكير فعليا بهذا المشروع والإعداد له منذ عام 1977 وتحول إلى واقع عام 1987 طيب عام 1987 بتلك الفترة إلى أي حد دكتور عزام ساهم دخول حركة المقاومة الإسلامية حماز حركة يعني عقائدية إلى حد كبير في دعم المشروع الكفاح الوطني الفلسطيني هل ساهم فيه إجابا أم زاد تشتيتا لحركة الكفاح الوطني الفلسطيني؟ بعد عشرين عام ضهور حركة حماس في ذلك الوقت هو بتقدير الله سبحانه وتعالى لأن المشروع التحرير فلسطين كان يتعرض لضربات قاسمة طبعا الإسرائيليون لم يوفروا المناظرين الفلسطينيين من كافة الاتجاهات ولكن أيضا بحلول الثمانينيات بدأت حركة فتح ومنظمة التحرير تفكر بمشروع سلمي بمعنى آخر أنه أعيد كتابة التاريخ أعيد كتابة المشروع الفلسطيني ما هي المشكلة في فلسطين؟ هل المشكلة أنه ليس لنا دولة؟ أم المشكلة أننا كشعب جردنا من حقوقنا وأخرجنا من أرضنا واحتلت هذه الأراضي من قبل غاصبين جاءوا من خلف البحار؟ حركة حماس بميلادها في ديسمبر 1987 أعادت الاعتبار لمشروع التحرير الفلسطيني كيف؟ يعني أن المشكلة الحقيقية هي أن هؤلاء الغزاء لا حق لهم في الوجود في أرضنا أن هذه الأرض كلها من شمالها إلى جنوبها من شرقها إلى غربها هي أرضنا لا يجوز أن نتنازل عن شيء منها وأن الكفاح المسلح هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذه الأرض يعني بمعنى آخر حماس أعادت إحياء نفس الخطاب الذي أسس لحركة فتح عندما وضعت لبنتها الأولى عام 1957 في الكويت لأن الذين وضعوا لبنت حركة فتح ما كانوا يفكرون في دولة وما كانوا يفكرون في تحرير جزء من الأرض والتنازل عن الأرض أخرى لماذا كانوا يفكرون؟ عفواً كانوا يفكرون بأن هذا الكيان الصهيوني الذي كان قائماً على جزء من الأرض الفلسطينية وليس كل الأرض الفلسطينية لأنه لسه لم أصرها 1967 ومضعتها القدس ومضعتها الضفة الغربية وقطع غزة كانوا يريدون أن يقتلعوا هذا الكيان الصهيوني المزروع في أرضنا جاءت حركة حماس عندما ثبت اندحار وانهزام وتراجع مشروع حركة فتح لكي تحمل الراية وتستأنف المسير ما الدور الذي لعبته حركة المقاومة السلامية حماس في الانتفاضة لأولاد وأن الانتفاضة جاءت بسبب غليان في الشارع الفلسطيني يعني الانتفاضة حدث لم يرتب له فصيل بعينه لا فاتح ولا الإخوان المسلمين ولا غيرهم ولا غيراتهم وإنما عندما حصلت حادثة المقتورة الشهيرة وأدى ذلك إلى إشعال غضب الناس في وجه الاحتلال الصهيوني حركة الإخوان المسلمين التي تحولت مباشرة بعد ذلك بأيام قليلة إلى حركة حماس كانت تقود الشارع الفلسطيني في الإضرابات في العمل المقاوم وبعد ذلك بقليل بدأ العمل المسلح في الوقت الذي كانت هناك توجهات في داخل الحركة ما يسمى الحركة الوطنية التي تقودها حركة فتح إلى استبدال العمل المسلح لكن هناك تهمة لحركة مقام مسلمي حماس بتلك الفترة بأنها سامت في تشتيت الانتفاضة الأولى بمعنى بأنها كانت ترفض الإدعان لقيادة فلسطينية معينة هو السبب في أنه كان يتعذر أن توجد قيادة واحدة للانتفاضة أن الخلاف بين حركة فتح والفصائل التي معها مع حركة الإخوان المسلمين كان سابقا على نشأة حركة حماس يعني الخلاف ما بدأش من يوم ما نشأت حماس كان في تنافس شديد في الجامعات وفي مختلف أوصات المجتمع بين التيار الإسلامي الذي تقوده حركة الإخوان المسلمين وبين ما يسمى بالتيار الوطني أو يمكن نقول التيار العلماني التي تتربع على عرشه كانت حركة فتح في ذلك الوقت وكان هناك كراهية وكان هناك أعمال وصلت إلى حد الاغتيالات أو التصفيات إذن عندما حصرت الانتفاضة وتحول الإخوان المسلمون إلى حركة حماس هذا لم يعجب قيادة حركة فتح يعني ياسر عرفات في المراحل الأولى كان يعتبر أنه من هؤلاء يقول يا أيها النملوا دخلوا مساكنكم يعني يستخدم عبارات تستصغر هؤلاء الذين جاءوا ليتحدوا هذه القيادة التاريخية التي يعتبرها شرعية للشعب الفلسطيني ما كان يمكن التوافق ولذلك الخلاف الموجود حاليا على فكرة بين فتح وحماس ليس جديدا هو لم يكن هناك وفاق في يوم من الأيام بل لحظات الوفاق كانت لحظات عابرة وقصيرة جدا لأن الأصل في العلاقة هي علاقة ندية دكتور عزامي على مدى 22 عام من انطلاقة حركة المقاومة الإسلامية حماس اتهمت حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى حد ما عرقلت العملية السلمية التي أدت إلى مكاسب سياسية حققتها حركة فتح ولا لا هو شرف عظيم لحركة حماس أن تعرقل العملية السلمية عملية تصفية هي تصفية للقضية يا دكتور عزامي لكن حققت مكاسب لشعب فلسطيني هي حققت مكاسب هذه العملية السلمية حققت مكاسب لنخبة في الشعب الفلسطيني من نخبة يعني؟ النخبة اللي هم زعماء وقادة حركة فتح وبعض الفصائل الأخرى المنضوية كشفوا ضمن مضلاتيها هؤلاء أصبحوا VIP شخصيات مهمة لهم تسهيلات عند الإسرائيليين دخلوا في تجارة وشراكات بزنس مع الإسرائيليين وأصبحوا تفتح لهم الأبواب ويجلسون على المنصات في المؤتمرات الدولية هؤلاء هم الذين استفادوا أما الشعب الفلسطيني بدليل الانتفاضة الثانية الانتفاضة الثانية التي حصلت في سبتمبر 2000 حصلت بسبب تراكمات سببتها العملية السلمية سنأتي على ذكر الانتفاضة الثانية لكن المراقبين وحتى من ينظرون بنظر نقدية واعية لحركة المقاومة الإسلامية حماس ما لها وما عليها ينظرون بأن عدم تعاطيها عدم وصف العقل المدبر لها أو العقلية التي تمشي بها بأنها عملية ربما تكون إلى حد ما براغماتية ساهمت بشكل رئيس في النتيجة التي وصل إليها الشعب الفلسطيني الآن من الشتات من عدم وضوح الرؤية عدم وضوح الهدف صار همهم الشعب الفلسطيني فقط أن يعيش ليس همهم فقط الدولة الآن أنا أرى العكس تماما أنا أرى أن وجود حركة حماس حافظ على الحقوق الفلسطينية وإلا لو ظلت الأمور كما كانت عليه لا يوجد إلا ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني يذهب به إلى أوسلو ويذهب به إلى مدريد ويذهب به إلى كام ديفيد وإلى واي ريفر وإلى آخره لانتهت القضية وتم بيعنا في سوق النخاسة حركة حماس وقفت لهؤلاء بالمرصاد وقالت هناك ثوابت لا يمكن أن نتنازل عنها في مواضيع التحرير في القضايا الأساسية لا يوجد براجماتية يوجد أصولية يوجد مبادئ هذه الأرض لمن هي؟ هل هي لهذا الصهيوني الذي جاء من أوروبا جاء من أمريكا جاء من المغرب جاء من العراق جاء من اليمن ليحتل بيت أمي وأرض أبي أم هي لنا ولأبنائنا من بعدنا؟ هذا موقف مبدئي لبراجماتية فيه البراجماتية تأتي في القضايا الاجتهادية القضايا التي لا اجتهاد فيها لا يمكن أن يجتهد في موضوع هوية فلسطين فلسطين عربية إسلامية حتى قيام الساعة هذا كلام جميل كلام رائع حتى في دم كل عربي هذا كلام الذي تتكلم عنه لكن ظروف اختلفت دول عربية كثيرة وقفت بوجه حماس وما زالت المجتمع الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة الأمريكية حتى أطراف فلسطينية ضد حركة حماس طيب على الأقل بأخف الضررين شوف هذا الكلام منافي لسنة الله في التغيير وفي حركات التحرير أنا قبل أيام وأنا عائد من الدوحة شاهدت فيلم اسمه The End Game دعبة الأخيرة أو يعني النهاية النتيجة ما الخلاصة يتحدث عن المفاوضات التي بدأت بين الحزب الوطني في جنوب أفريقيا والحكومة البيضاء التي كانت موجودة حكومة النظام العنصري الأبرتيد وكيف أن هذا التفاوض في النهاية أدى إلى حكم الشعب وأغلبيته وإعادة الحقوق إلى هذا الشعب الذي انتهكت حقوقه سنوات طويلة والسبب هنا أن نيلسون منديلا ورفاقه الآخرون الذين كان يأتي هؤلاء ليفاوضوهم أو ليحاولوا أن يقنعوهم بالتنازل كانت لديهم مجموعة من المبادئ لا يمكن التحلح العناء أننا في هذا البلد لا نقبل بالنظام العنصري لا بد للعنصرية أن تنتهي نحن في فلسطين الموجه المقارنة لنا أن هذه الصهيونية يجب أن تنتهي لا يمكن أن نتعايش مع الصهيونية هذه الصهيونية التي تعتقد بأن اليهودي الذي يأتي من أي مكان في الدنيا له حق مقدم على صاحب الأرض هذه حركة عنصرية لا بد أن نقضي عليها هذا الأمر للأسف تنازلت عنه حركة فتح تنازلت عنه قيادة ونظمة التحرير عندما وافقوا أن يجلسوا معهم على الطاولات ويستقبلوهم بالعناق وبالقبولات وتبادلوا معهم الأنخاب على أمل أن يعطوهم شيئا ولكن لم يعطوهم إلا ما حولهم إلى شركاء في هذا المشروع الصهيوني وحتى صهينا أنفسهم الآن يصفونهم بأنهم تحولوا من شركاء إلى عملاء هذا الفيلم الذي شاهدته طائرة وانتقاد من الدوحة ربما كان هذا الشعب الذي نضل بأي حل الأحوال وسام إلى هذه النتيجة كان شعب واحد موحد لا كان فيه خلافات في بينه بردو كان فيه خلافات طبعا بل نفس الأساليب الذي استخدمها الصهينا في فلسطين استخدمها النظام الأبارتيد في جنوب أفريقيا محاولة خلق كيانات في داخل جنوب أفريقيا يضفى عليها نوع من الامتيازات أن يخلقوا قيادة بديلة نلسوا مندلة مرمي في السجن مش راضي يقبل بأي تنازل قالوا طيب نحن نجيب أي واحد أسود ونحطه زعيم ويمشي الحال المقاومة المسلحة ألجأت هذا النظام العنصري في نهاية المطاف إلى أن يقبل بالمطالب الشعائية ربما سرأتي على محور ربما كيف يتم التوفيق بين المقاومة المسلحة والعمل السياسي لكن اسمح لي دكتور عزام يعني الانتفاضة الثانية عام 2000 ما الدور الذي لعبته حركة حماس فيها أيضا هو عندما نشبت الانتفاضة الجميع انخرط فيها أما من أشعل فتيلها أنا أعتقد أنها حصلت بنفس الطريقة التي حصلت فيها انتفاضة عام 87 كان هناك كبت كان هناك احتقان كان هناك إحباط عملية السلام لم تورث الفلسطينيين إلا مزيد من العنط والشقاء فجاء اقتحام شارون للمسجد الأقصى ليشكل الفتيل الذي أشعل هذه الانتفاضة طبعا هناك الآن تقارير من قبل الإسرائيليين ومن قبل دوائر أخرى غربية تدعي بأن ياسر عرفات خطط لذلك لأنه رجع من كام ديفيد بدون أن يحقق شيء ويريد أن يستخدم هذا كأداة ضغط هذه نظرية تظل نظرية ولكن الذي حصل أن جميع الفصائل بما فيها حركة حماس اعتبرت أن هذه الانتفاضة هي فرصة للدخول في مواجهة مع هذا الكيان المحتل الذي لا ينفع معه إلا المواجهة أنظر الآن إلى وضع القدس ووضع الضفة الغربية يتمادى المستوطنون ويتمادى الإسرائيليون بكافة الوسائل لأنه لا توجد مقاومة لا يوجد احتجاج لأن الذين يقاومون يوضعون في السجون في سجون السلطة قبل أن يوضعوا في سجون الاحتلال طيب اسمح لي أبو ناجي أن أشارك معي من عمان الأستاذ عبدالستار قاسم أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح من نابلس دكتور عبدالستار بداية كنت سألت قبل قليل دكتور عزام التميمي عن دور الذي لعبته حركة مقامة السلامية حماس في الانتفاضة عام 2000 برأيكم ما هو الدور الذي لعبته الحركة أولا أخياء الكريمة أنا أتحدث من مدينة نابلس وأنا هذا العام أستاذ في جامعة القدس شكرا لتصحير القدس والنجاح بإمكانك حتى أن ننفع بالجامعتين بالنجاح والقدس إن شاء الله بالنسبة للانتفاضات أنا أشعر بأن الفصائل الفلسطينية تتسابق على القول بأنها ساحمت في الانتفاضة أو أنها فجرت الانتفاضة أو إلى آخر انتفاضة عام 2000 هي رقم 25 في التاريخ الفلسطيني ولا يوجد انتفاضة حصلت إلا وقدم الفلسطينيون بعدها تنازلات الآن من الذي يقدم التنازلات هذا شأن آخر أما الانتفاضات هي أصلا لا ترتقي إلى المقاومة هي أدنى أدنى من المقاومة الانتفاضة هي عبارة عن احتجاج لكن داخل هذه الانتفاضة بعد عام 2000 أن صار في منحة جديد أو على الأقل تكثيف للعمليات الاستشهادية هذا صحيح وأن عدد من الإسرائيليين بدأوا يغاجرون ويتركون إسرائيل هذا صحيح وعدد منهم لم يعد ينام جيداً خلال الليل هذا صحيح هذا نتيجة أعمال المقاومة وليس نتيجة أعمال الانتفاضة في الانتفاضة فعليت حال الانتفاضة شارك فيها الجميع هل هناك من اتخذ القرار في هذه الانتفاضة؟ لا لكن طبعاً دائماً لابد إلا أن يكون هناك بطل أو من ينصب نفسه بطل هذا حصل عام 1987 وحصل في انتفاضة المساق وبعد ذلك حصل في انتفاضة 2000 هناك من يريد أن يكون بطل ومن ينصب نفسه بطلاً ووسائل الإعلام تساهم في ذلك لكن يا دكتور عب ستاري ما الفائدة من هذا الطرح طالما أن العبرة بالخواتيم سواء كنت أنا أو أنت من أشعلها الله يا أخي كريم نحن نأمل أن الفصائل تدرس التاريخ جيداً وأن لا تسارع إلى تبني أشياء تنتهي حقيقة بفشل أو تنتهي بتنازلات فهذه بسبب العقب الفصائلي الموجود في مشكلة بالتفكير الفصائلي المهم أنه أن نكون بالصورة أن نكون بالإعلام سواء يعني كنا في الهزيمة أو في النصر طيب في أحد المرات يعني كتبت وكتاباً حول هموم الأمن الفلسطيني تحددت عن نواقف في الفصائل حول الاحتياطات الأمنية أحد الفصائل احتج عليه لماذا؟ لأنني لم أذكر ضمن الفصائل ضمن الفصائل التي لم تتخذ احتياطات أمنية ففي مشكلة يا أخي الكريم في التفكير الفلسطيني نأمل أن نصح طيب لو سمحت لي كأكاديمي ومشهود لك بالفكر السياسي الطيب دكتور عبستار يعني حركة المقام الإسلامية حماس معروفة أنها تنظر إلى أوسلو بنظرة سلبية جداً ما الذي دعاها إلى دخول السلطة تحت سقف أوسلو برأيك؟ هي لم تدخل تحت سقف أوسلو هذا إدعاء غير صحيح حماس استغلت أوسلو لخوض الانتخابات يعني لا يوجد أي نص لا في قانون الانتخابات ولا في اتفاقية أوسلو ولا اتفاقية طالعا لأن الذي يريد خوض الانتخابات عليه أن يوافق على أوسلو لا يوجد أي شرط من هذا القبيل وبالتالي هي لم تدخل الانتخابات من أجل تأييد أوسلو أو تحت سقف أوسلو أما هي استفادت من أوسلو استغلت أوسلو من هذا الخوض الانتخابات هذا صحيح وأنا أعتقد من ناحية المنطقة التكتيك السياسية المنطقة التكتيك السياسية نعم صحيح إذا لاحظت لك فرصة بأن تغير الأوضاع بطريقة نوعبه أخرى لماذا لا؟ لكن طبعا هذا مأخذ المنافسين لحماسهم سؤال أخير دكتور عب ستاري كيف تفسر رفضها بـ 96 الدخول حتى تحت سقف أوسلو أليس كذلك؟ طبعا يشوف هو كان في تناقض طبعا لحتى أن بعض رجال الدين وليس الحركة بعض المشايخ قالوا بحرمة خوض الانتخابات 96 بعدين صارت حلال عام 2006 بعض المشايخ الحركة لم تنظر فتوى من هذا الخبيل لكنها امتنعت وأعتقد أن امتناعها كان مبرر ونستطيع كالفترة لأنه كان الناس تحت الانتداء لأن منظمة التحرير ستقيم دولة وأن اللاجئين سيعودون وأن الأمور قد حلت وإلى آخر وبالتالي كانت الصورة غير واضحة للناس وكان من المتوقع أن عرفات وأنصاره سيحصلون على الأغلبية في الأصوات ولهذا امتناعها أعتقد أنه كان مبرر سياسيا أما عام 2006 كان المفروض أن تفكر في التناقض ما بين السلطة والمقاومة لأن السلطة تعمل علنا والمقاومة يجب أن تعمل فرا فهل من الممكن التوفيق ما بين العلنية والسرية في ظلها هذا السؤال الذي ربما سأطرحه الآن على الدكتور عزام تمين شكرا جزيلا لكم كل أحوال دكتور عبستار القاسم وسادة العلوم السياسية بجامعة القدس من نابلوس شكرا جزيلا لكم شكرا عزام أراك تبسمت عندما ذكر المقارنة بين 96 و 2006 طبعا هو المشاركة أو عدم المشاركة هو اجتهاد سياسي لا يوجد حل و حرمة بمعنى القطعي لأنها ليس قضايا تعبدية ولا قضايا عقائدية قضايا سياسية اجتهادية في 96 كان هناك في حماس من يرى المشاركة ولكن الرأي الأغلب كان مع عدم المشاركة ليه؟ على أساس أن شروط المشاركة مرتبطة بأوسلو في عام 2006 اختلفت الدنيا كلها تذكر أنت منذ بدء الحرب على الإرهاب في مطلع هذا القرن دنيا كلها اختلفت وشارون أصبح رئيس وزراء للكيان السهيوني واعتبر ياسر عرفات أنه لم يعد صالحا كشريك للسلام وأسلو عطلت وجاءت خارطة الطريق وخارطة الطريق عطلت ثم جاء الانسحاب الأحادي من قطاع غزة وهذا قلب الدنيا فأصبحت الموازين مختلفة تماما أنا وجهة نظري أنه لو لم تشارك حماس عام 2006 لكانت خطيئة الخطيئة كانت في أن تشارك عام 96 لكن عام 2006 الخطيئة كانت ألا تشارك لأنها لو لم تشارك لكان تركت الميدان لحفنة من عملاء إسرائيل لكي يتصدروا لقيادة الشعب الفلسطيني ومشاركة حماس في عام 2006 شكل تحدي للعالم كله فضح المواقف الدولية التي تكيل بمكيالين فضح المواقف العربية المترددة فضح كل الذين لم يقبلوا بشرعية هذه الانتخابات طيب دكتور عزام هل استطاعت حركة المقاومة الإسلامية حماس الجمع والتوفيق بين المقاومة الكفاح المسلح لاستعادة الحقوق وبين العمل السياسي أسمع منك الإجابة بعد فاصل قصير الحوار أبعاد لا تنتهي من جديد مرحبا بكم مشاهديا كرام نذكركم بأننا نناقش في حلقتنا لهذا الأسبوع من قضايا وأراء حركة المقاومة الإسلامية حماس في الميزان بعد 22 عاما على انطلاقتها ومن جديد ورحب بدكتور عزام سلطان تميمي مدير معهد الفكر السياسي في لندن ومؤلف كتاب حماس الرتن شابترز حماس فصول لم تكتب مرحبا بك من جديد دكتور عزام كنت قد سألت قبل الفاصل هل استطاعت حركة مقاومة الإسلامية حماس التوفيق بين الكفاح المسلح والمقاومة لاستعادة الحقوق وبين العمل السياسي هل نجاحات أم لا؟ هذا سؤال صعب الإجابة عليه ربما في جيلنا لأن المعوقات التي وضعت في طريق حركة حماس ستحكم عليها الأجيال يصعب في مثله هذا الظرف ضرف الحصار والعقوبات الجماعية حصار الأشقاء قبل الأعداء أن تتمكن من توفير احتياجات الناس الأساسية وفي نفس الوقت أن تقود حربا تحريرية مصر تحاصر قطاع غزة الأردن يساهم في الحصار المملكة العربية السعودية تقاطع حركة حماس وتتخذ منها موقفا عدوانيا السلطة الفلسطينية تتآمر مع إسرائيل ومع دول الجوار العربية لإسقاط حركة حماس في غزة وإثبات فشلها في نفس الوقت احتياجات الناس تملي على حركة حماس في قطاع غزة أن تلتزم بهدنة ولو من طرف واحد حتى يأخذ الناس وأنفاسهم بعد حرب يعني برأيك هل تعجلت في خوض العمل السياسي؟ لا أقول أنها تعجلت أقول أن حركة حماس تواجه تحديات لا قبلة لجماعة بها يعني لو أردنا أن نحكم على حركة حماس نحكم عليها بمدى قدرتها على مواجهة هذه التحديات وعلى تمكنها من تجاوز هذه العقبات التي توضع في طريقها لا يوجد الآن مشروع مقاوم يسمح به في أي مكان في الأرض الفلسطينية لأن هذه المقاومة تحتاج إلى مدد من أين يأتي المدد؟ تحتاج إلى سلاح من أين يأتي السلاح؟ تحتاج إلى مال من أين يأتي المال؟ الآن السلاح ممنوعا يعبر الحدود من كل الأماكن لا من لبنان ولا من سوريا ولا من الأردن ولا من مصر حتى عبر البحر والمال يحضر جمعه ناهيك عن إيصاله وحتى المساعدات الدولية التي تأتي بمختلف الوسائل مصر نشف طريق الجماعة التي أجوا أبقوهم شهر كامل في بورسعيد ثم رحلوهم بالسفن إلى العريش حتى يملوا ولا يعودوا ثانية اليوم نفق ساتر فولاذي 18 متر تحت الأردن السياسة وممارسة المقاومة الخيار اليوم بين أن تكون موجودا وأن لا تكون موجودا هو يريد أن يصفيك تصفية تامة يعني الآن لو استلمت الحكومة في غزة والضفة الغربية مع بعضها جماعة فتح هل سيسمح بأي مقاومة؟ لن يسمح بالمقاومة هم يطاردون المقاومين في الضفة الغربية سجون السلطة مليانة ليس بالحرامية والفاسدين والمفسدين وإنما مليانة بالمقاومين والمناضلين كما في اتهامات لحماس أنه ما تقصر في غزة أيضا حماس لا يجوز أن ترتكب أي انتهاكات وإذا ارتكبت أي انتهاكات يجب أن يندد بها لكن الذي حاصل في غزة أن كثير من الناس الذين اتخذت حماس إجراءات ضدهم تورطوا في التآمر مع إسرائيل أثناء الحرب التي مرت الحرب هذه التي حصلت كان في طابور خامس شغال في قطاع غزة والناس تنسى هذا الأمر هذا الطابور الخامس هو الذي دل على أماكن مناضلين ومجاهدين تم اغتيالهم بدم بارد وأماكن مدنية قصفت بسبب المعلومات التي أعطاها هذا الطابور الخامس دكتور عزام يعني في عادة أشياء كثيرة لماذا لا تجيب حركة المقاومة الإسلامية حماس حول ثلاث قضايا فيما يسمى بالمناطق الرمادية أولا الحل السياسي حركة حماس هل تريد أن تنضي في مشروعها المقاوم والكفاح المسلح إلى الأبد هل تريد أن تبقى في مجال العمل السياسي وخلاص إلى حين تحقيق مكاسب سياسية ترضي الشعب الفلسطيني حتى حركة المقاومة الإسلامية حماس أصبحت الآن تمنع حتى بعض الفصائل الفلسطينية من إطلاق الصواريخ فالآن الحل السياسي رمادي شوي غامض لا هو في كل حركات المقاومة المقاومة وسيلة وليست هدف إذا حققت ما تصب إليه تتوقف المقاومة لماذا نقتل بعض؟ لماذا يكون القتل وسفك الدماء إذا لم يكن هناك اعتداء؟ المطلوب أن يعطى الشعب الفلسطيني حقوقه العمل السياسي ما الذي يريد أن ينجزه؟ لو كانت العملية السياسية بين حركة فتحة أو بين السلطة الفلسطينية والصهاينة هدفها أن يخرج الصهاينة من بلادنا ويعترفوا بأنهم احتلوها ظلما وعدوانا للجميع بارا كذلك يعني بمعنى آخر أن لو رجع لي بيت أمي وأرض أبي مجانا بدون سفك دماء هذا أفضله لكن هؤلاء يأخذون مزيدا من الأرض كل يوم يبنون مزيدا من المستوطنات يعتقلون مزيدا من أبنائنا وبناتنا فعلى ماذا تفاوضهم؟ على ماذا تحاورهم؟ إذن الخلاف ليس على أن يكون هناك عمل سياسي أو لا يكون عمل سياسي ما هو المقصود؟ ما هو الهدف؟ الآن نقطة ثانية هي شكل الدولة علماني؟ إسلامي؟ ما هو؟ شوف أنا أعترف بأن خطاب حركة حماس مضطرب فيما يتعلق بالدولة لو أنا كنت مكان قيادة حماس مضطرب ولا غامض؟ مضطرب لو أنا كنت مكان قيادة حركة حماس لا خلعت مصطلح الدولة تماما من أي خطاب سياسي ليه؟ لأن المشكلة في فلسطين ليس عدم وجود دولة فلسطينية أصلا لم يكن في تاريخ فلسطين يوجد دولة فلسطينية إحنا مشكلتنا أنه كان عندنا دولة وأخذوها؟ لا مشكلتنا أنهم أخرجونا من أرضنا فلسطين والأردن واللبنان وسوريا ومصر والعراق هذه كلها أمة واحدة وكانت منطقة واحدة جاء سايكس بيكو وقسمها الفكر الإسلامي يرفض فكرة التجزئة القطرية التي فرضها الاستعمار علينا وكان ينبغي على حركة حماس أن لا تنزلق في خطاب الدولة كأن يقال نقبل بدولة في حدود السبعة وستين وأنا من المنتقدين لهذا الخطاب أنا أنتقد هذا الخطاب لدى حركة حماس لأن له عواقب يعني ماذا يعني أن تقول تقبل بدولة في حدود السبعة وستين معنى تقبل بوجود إسرائيل هم يقولون لا نحن لا نقبل بوجود إسرائيل بمعنى نقبل بدولة دون الاعتراف بشرعية الكيان الصهيوني هذا غير مفيد نحن يجب أن نصر على أن السبب المشكلة في الأساس هو الحركة الصهيونية وهذا المشروع الصهيوني وهذا الاختصاب وهذا يجب أن ينتهي إذا انتهى سلما الحمد لله إذا لم ينتهي سلما فالجهاد في سبيل الله طيب حماس الرتن تشابترز الكتاب الذي ألفته كيف رأيت الحريات العامة لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس في ظروف الاحتلال وظروف العقبات التي توضع في طريق حركة حماس يعني يصعب تقييم هذا الأمر لا شك أن هناك مخالفات في مخالفات ترتكب وفي إجراءات كان ينبغي أن لا تتخذ بطريقة أو بأخرى لكن المشكلة أن نحن نتكلم هنا من أماكن مريحة بعيدا عن أجواء ما يجري في داخل أضفة الغربية وقطاع غزة بينما الذي في قطاع غزة يشعر أنه مهدد من قبل إسرائيل ومهدد من قبل مصر ومهدد من قبل طابور خامس موجود يريد أن يعيد دحلان إلى قطاع غزة فتصرفات الناس كثير منها بردود الأفعال نظريا لا يبغي أن يرشد ذلك لابد من عقلنة لذلك لكن الواقع أمر مختلف تماما اسمح لي أن أشرك رشاد أبو شاور الكاتب والمحلل السياسي معي من العاصم الأردنية عمان سيد أبو شاور هل استطاعت برأيك حركة المقاومة السلامية حماس بعد 22 عاما على تأسيسها وبعد خوضها للعمل السياسي أن توفق بين كفاحها المقاوم المسلح لاستعادة الحقوق وبين الخوض في العمل السياسي بالحقيقة هذا السؤال مطروح بقوة وعندي أن الحركة بعد مرحلة المقاومة القوية والبعث التي شاركت فيها وأبرزتها وأعطتها دورا كبيرا تراجعت عن هذا الدور عندما دخلت في انتخابات التلسطينيين وانتخابات المجلس الإسرائي هذه نتيجة طبيعية لكن هل نجحت ولا لا لا الحقيقة الحركة تعيش مأزق بالإجابة على السؤال أين هو موقفها وأين هو دورها الآن هي تتحدث يوميا بلسان قهدتها عن موافقتها على دولة في حدود الخامس من حزيران وهذا الطرح كلنا نواجهه ونتفدأ له منذ وقت بعيد وهو أثبت إثلاسه والمثال أن ما تترحبون لا يمكن أن ننظر إليه على أنه أفضل من الطرحات السابقة التي أنصلت إلى أوثمه فقط لأن حركة حماس يمكن أن تكون محاورة بشكل أفضل أو بشكل أطمئ أو أنها ستتثبت برفع بعض المستوطنات إلى آخره المأزق المستطحة هو هنا هل هي مع المقاومة أو ليست مع المقاومة سيد رشاد ما هو الخيار المستقبل المناسب لأن تكون حركة المقاومة الإسلامية حماس تخرج رابحة من هذا الرهان تخرج هي رابحة ونخرج نحن وإياها رابحون ويخرج الشعب السلسطيني رابحا بالتالي هذا اقتراح كتبته عدة مرات باختصار لو سمحتني تنهي القيادة الوطنية في قطاع غزة تنهي تخرج عمليا الحركة من الوضع أو الورطة التي هي فيها الأقل حيث أنها هي التي تتحكم في كل شيء في القطاع وفي ذات الوقت هي محكومة بحالة الحصار التي تستفحل عليها وعلى الاشتراف الفلسطيني في غزة وأبعد من ذلك على القضية الفلسطينية كلها بعد أن تنتقل من عملية تشكيل قيادة وطنية فلسطينية من كافة القوة ومن كافة النائف وهي موجودة تشارك تحمل الجميع مسؤولية الأوضاع في غزة وتفوت الفرصة على الذين يحاطرونها وتنتقل الخطوة المباشرة والمتداخلة أيضا برأي معها إلى مرحة تعود إلى حالة المقاومة التي هي ملحة ومطنوبة أنت ترى يا دكتور إلى أين وصل الإستيطان وماذا يحدث وما هي قرارات حكومة لتنياهو ولم يبقى شيء يعني لا يوجد أبناء مبرز للصراع على السلطة في رمالة أو في غير رمالة أو في رمالة وغير شكرا لا يوجد أي نوع من المبرز نعم شكرا جزيلا لكم رشادة بشاور الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان دكتور ابناجي هل ترى أن هذا الحل واقعي؟ شوف لو أن تشكيل كما اقترح الأستاذ رشاد أبن شاور لو أن تشكيل قيادة وطنية في غزة يحل المشكلة أتصور لفعلات وحماس لكن نحن شكلت حكومة وحدة وطنية بمبادرة سعودية مطلع عام 2007 لم يتوقف الحصار ولم ترفع العقوبات ولم تعترف دول العالم والمجتمع الدولي بشرعية وجود حركة حماس في هذه الحكومة حكومة وحدة وطنية المطلوب الآن من حماس أن تتراجع أن تتنازل أن تسلم كل ما في أيديها لأولئك الذين أرادوا أن يطعنوها في الظهر بعد أن تشكلت حكومة وحدة وطنية لكن يبدو هذا لم يكن مستحيلة فهو مستبعدا على الأقل أنا لا أرى إمكانية للتفاهم مع الذين يتربعون على عرش السلطة في رمضة طيب معلي دكتور عزام كمشاهد عربي يعني حركة المقام الإسلامية حماس أو حركة فتح لماذا الفلسطينيين لا يتحملون غبن بعضهم البعض حتى لو كانت حركة حماس بغبونة لماذا لا تتحمل هذا الغبن في سبيل رفع الحصار وخليها تفرج عنها الشعب المسكين ما هو الشيء المشترك بين الفلسطينيين؟ الشيء المشترك بينهم أن وطنهم ضاع منهم وأنهم يعيشون حالة تشرد وحالة معاناة إذا اختلفت مواقفهم تجاه هذه الأزمة ضاعت هذه الأرضية المشتركة يعني ما الذي يجمعني أنا عزام التميمي أن حضروا من عائلة في مدينة الخليل مع شخص مثل دحلان لا يوجد شيء مشترك إطلاقا هو يؤمن بشرعية إسرائيل ويتفاهم مع الإسرائيليين والصهاينة وأنا ضد هذا من الأساس فكونه فلسطيني وأنا فلسطيني هذا لا يعني شيء قد يكون واحد من أمريكا أقرب إلي أو من أستراليا أو من الهند أو من أندونيسيا إذا كان ينظر بمنظار العدل لهذه القضية هذه القضية لا مجال فيها للتنازل للصهاينة على شيء فأنا أتفق مع من يرى رؤيتي أما من يخالف رؤيتي فلو حتى كان ابن أمي وأبي سأختلف معه لا يوجد شيء مشترك طيب بآخر محور دكتور عزامين ذو حاول قدر إمكان في حلقة أن نضع وهو هدف الحلقة حركة حماس في المنزان كيف رأيت كمراقب لتعامل حركة المقاومة الإسلامية حماس مع المجتمع الدولي وتأثيرها حقيقة صار في نقلة نوعية في طريق التعامل حماس مع الآخر والآخر المحلي والآخر الدولي فيما يتعلق بالمجتمع الدولي وخاصة بعد أن فازت بالانتخابات عام 2006 أرادت حماس أن تفتح الباب على مصرعيه أمام الناس ليأتوا إليها ويقبلوا بها وقد انتخبت من قبل الشعب الفلسطيني للأسف المواقف الرسمية حول العالم كانت مواقف سلبية جدا بل ومخاصمة ومعادية لكن المواقف الشعبية كانت متباينة وحتى الآن يأتي زوار من كل أنحاء العالم ليزوروا حماس في غزة إذا سمح عليهم أو حماس في دمشق حينما يتسنى لهم وحماس لا تقول لا لأي زائر ولأي محاور بالنسبة لهم المحرم الوحيد حتى الآن هو أن تتصل بالإسرائيليين أو تتحور مع الإسرائيليين أما غير ذلك فيمكن أن تكون الأبواب مفتوحة مع الجميع العيب ليس في موقف حماس العيب هي في موقف هذا الآخر الذي إما يتآمر وإما وإن كان يبطن الأخوة وإما يظهر العداء بشكل صارخ ويدعم الكعين الصهيوني في كل ما يدعي نتعاملها مع المؤسسات الدولية الأمم المتحدة منظمة حقوق الإنسان كل هذه المنظمات الدولية كيف وجدت تعاملها؟ المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة تتعامل مع حماس عن مسافة بعيدة قد تتعامل مع بعض المؤسسات التي يديروها أفراد من حماس أو المؤسسات المتعاطفة مع حماس لكن حماس فيما يتعلق بالمنظمة الدولية وفي المجتمع الدولي تعتبر حركة غير شرعية من الأمم المتحدة عضو في الرباعية والرباعية ما تزال تشترط الشروط الثلاثة المشؤومة أن تعترف حماس بإسرائيل وأن تقبل بالاتفاقيات التي وقعت مع منظمة التحرير وأن تنزع السلاح وتقبل بالحل السلمي حركة المقاومة الإسلامية حماس ضمن تعاملها مع المجتمع العربي الإقليمي والدولي هل تصنف على أنها ضمن ما يسمى محور الممانعة أو الاعتدال؟ بالتأكيد هي في محور الممانعة لذلك ما يسمى بمحور الاعتدال هو مخاصم لها يعني السعودية ومصر والأردن أشد الناس عداوة لحركة حماس بينما تجد أن هناك علاقات جيدة هل هذا يعني بأنها انطلقت إلى لعبة المحاور؟ هذه المحاور مفروضة أنت لا تختار أن تكون هناك هم يضعونك فيه يعني هو يصنفك حركة حماس حركة مقاومة تريد أن تعيد الحقوق للشعب الفلسطيني الآخرون يصنفون على أنها إرهابية على أنها ممانعة على أنها هذا على أنها ذاك ليس بإرادتها دكتور عزام الفلسطينيين ليس بحاجة إلى كل العرب ممانع أو معتدل أو لا الفلسطينيون بحاجة إلى دعم عربي وليس إلى تخاذ العربي بحاجة إلى من يساندهم لا من يفرض عليهم التنازل العربي الذي يريد أن يبتزك حتى يفرض عليك التنازل هذا لا خير فيه والعروبة تتبرأ منه وكذا الإسلام هل يسجل لحركة المقاومة السلامية حماس؟ رأينا منذ يومين بأن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة السلامية حماس خارد مشعل هو في اليمن من أجل ربما كما قيل سعي لمصالحة بين إيران واليمن هل هذا مؤشر على نجاحها؟ وإن نجح في هذه الوساطة إلى أي حد ممكن أن يساهم لها في امتداد إلى حد ما؟ أنا ليست لدي معلومات من مصادر موثوقة ولكن هذا قرأناه في وسائل الإعلام حماس لها علاقة جيدة بإيران ولا علاقة جيدة باليمن وعندما تكون لك علاقة جيدة بدولتين بينهما خصومة يمكن أن تقوم بدور المصالحة وهذا شيء جميل ولا بأس به أنا آمل أن يكون هذا هو المقصود من الزيارة وآمل أن تؤتي أكلها لأن هذه الحرب في صعدة حرب مهلكة للجميع ولن يستفيد منها لا اليمن ولا إيران ولا السعودية الجميع تورط في هذه الحرب طيب هل الآن أصبحنا أمام حركات لم نصبح تطور الحركات إلى أن تقوم مقام الدول الآن؟ حركة حماس لها وزن لها وزن مهم جدا على فكرة ولا يمكن تجاوزها حركة حماس حزب الله يعني؟ نعم هذه حركات لها سنة شعبي قوي حركة حماس اليوم هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني أو خلينا أقول أحد الممثلين الشرعيين للشعب الفلسطيني حتى لهذا ما حدا يزعل انتخبت انتخابا حرا موقفها مؤيد من أغلبية الفلسطينيين ليس فقط في الداخل وإنما أيضا في الشتات حول العالم حركة حماس تعبر عن آمال العرب والمسلمين وأنصار الحق الفلسطيني حول العالم حركة حماس اليوم هي التي تحمل الراية وهي التي يمشي الناس من خلفها دكتور سؤال أخير هل تحاول حركة المقاومة الإسلامية حماس الاستأثار بالعمل الوطني الفلسطيني ويعني إقصاء الفصائل الأخرى؟ لا ينبغي لأحد أن يستأثر بعمل كفاحي الذي يبدو يكافح في الساحة موجودة الآخرون هم الذين يريدون أن يقصوا حركة حماس بالتآمر والتخذيل والمشاركة في العقوبات الجماعية وفي الحصار حركة حماس ينبغي من مصطحتها أن تكون مفتوحة على الجميع وأن تمد يدها للجميع ولكن الذين يعضون يدك مرة ينبغي أن لا تمد لهم يدك مرة أخرى هذا المثل لكن لماذا يأخذ على حماس وهي تسلطر على قطاع غزة عدم قبولها لمشاركة الفصائل الأخرى في الحكم الذي تستأثر به هذا الأمر يحتاج إلى إعادة بناء البيت الفلسطيني إلى مصالحة مصر كانت توسط في مصالحة فلسطينية لكن النظام المصري للأسف ليس نزيها في وساطاته ففشلت هذه الوساطة لا يمكنك أن تقول تعالوا يا جماعة صيروا بشكل تلقائي جزء من الأجهزة الأمنية وجزء من اتخاذ القرار هذا الأمر يحتاج إلى أن تجلس وتتفاوض وتتسامح وتصل إلى توافق دكتور عزام متى أن نشاهد هذا المشهد ربما الذي يتمناه كل فلسطيني وكل عربي بأن يرى الحمساوي والفتحاوي وغيرهم من الفصائل المتعانقان يعني على الحب والود والحسن النية وإخراج هذا الشعب المسكين من هذه الكارثة الإنسانية سينما في غزة لا لا أنا أرفض هذا السؤال هذا السؤال كأنه حماس مسؤول عن هذه الكارثة لا لا سؤال مشروع لا 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 شوف أقول لك يعني هو ليس هذا هو الهدف هو الهدف أن يجمع الفلسطينيون على غاية غايتنا هي خلع هذا الكيان السهيوني من فلسطين إذا كان الفتحاوي يقبل بالكيان السهيوني لا أريد أن أصافحه ولا أريد أن يديه إليه إذا كان هناك في فتح من يرفض هذا الكيان السهيوني هذا الذي يصافح وهذا الذي يعانق لكن للأسف الآن حركة فتحي سيطر عليها مجموعة من العملاء الذين باعوا القضية وباعوا ضمائرهم ولا فائدة في مصافحتهم أو مجالستهم يعني خلاص ما في أطر كأنك متشائم تماما أنا لا أرى أفق إلا إذا اتفقنا على الغاية ينبغي أن نرجع لنعرف الغاية ما الذي نريده قضية مش قضية شخصية مش قضية أنا وإنت ولا قضية تقاسم غنائم نحن أصلا لا يوجد غنائم حتى نتقاسمها نحن لنا غاية ما هي غايتنا؟ غايتنا أن نخلع هذا الكيان السهيوني من أرضنا هل ترى أن حركة حماس قريبة إلى تحقيق غايتها؟ يعني تحتاج إلى أن تكون الأمة معها هذا مشروع تحرير فلسطين لا يمكن أن يقوم به الشعب الفلسطيني وحده هناك عن أن يقوم به فصيل فلسطيني نحن بحاجة إلى صحوة عربية وإسلامية حتى ينطفض الناس على القيود التي تكبلهم ويقفوا من وراء الشعب الفلسطيني الذي سيظل رأس حربة في هذا المشروع لتحرير فلسطين وخلع الكيان السهيوني منها ولكن بدون دعم عربي وإسلامي بدون تضامن حقيقي تظل حماس محدودة القدرات تظل صامدة صحيح تظل مرابطة صحيح ولكن مشروع التحرير يحتاج إلى أكثر من مجرد الصمود والمرابطة بالتأكيد نحن نأمل بأن تكون هذه الرسالة قد وصلت إلى من يهمه الأمر بكل أحوال دكتور عزام سلطان تميمي شكرا تزيل لك غلبناك معنا اليوم مدير معهد مركز السياسي في لندن ومؤلف كتاب هماس and written chapters شكرا تزيل لكم كما أشكركم مشاهدي يا كرام على حسن متابعتكم نلتقي في حلقة مقبلة من قضايا وآراء الله معكم شكرا